النفط نعمة ليبيا ونقمتها، مصدر دخلها ووقود حروبها، فاتفاق النفط الأخير بين طرفي الصراع، وبرغم إثارته للجدل الداخلي، ينظر إليه باعتباره نقطة تحول إيجابية في النزاع، لكنه في الوقت نفسه جولة جديدة من جولات الصراع بين واشنطن وموسكو في ليبيا من أجل رسم خارطة توازنات جديدة بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط. فالاتفاق المفاجئ لإعادة إنتاج وتصدير النفط تم بين القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر وأحمد معيتيق النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، واختيار الأخير للعب هذا الدور جاء بناء على علاقته القوية بموسكو واتجاهه الفكري المناوئ للإخوان والتيارات الدينية بحسب ما أكد مصدر بالجيش الليبي للصحيفة. داخلياً أحدث الاتفاق هزة قوية أظهرت حجم الفجوات بين قيادات الغرب الليبي وهددت بإزاحة بعضهم عن مواقعهم الحالية أو المستقبلية في حال تشكيل الحكومة الجديدة. من جهة أخرى كشف الاتفاق بحسب الشرق الأوسط عن تقارب حقيقي بين أطراف بغرب ليبيا وتحديداً من مصراطة مع الجيش الوطني بشرق البلاد وتحول نحو خلق استفاف جديد وهو التحالف الذي يمكن أن يظهر تماسكه بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة إن تمكنت الأطراف المعنية من تقديم التنازلات اللازمة. أما ردود الفعل الدولية تجاه الاتفاق فتبدو مرتبكة فبعثة الأمم المتحدة لم تعلق عليه وهو ما فسره البعض بأن الاتفاق مثل لها إحراجاً مباشراً وأربك حساباتها في جينيف. إلا أن مواقف القوى الضامنة للاتفاق جاءت متفائلة باعتباره خطوة أولى وكبيرة نحو الحل السياسي. منا مصطفى الحدث.